معانا هذا الاتصال من معالي المستشار تركي ألشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مساك الله بالخير أبو ناصر وعظم الله أجرك مساك الله بالخير عظم الله أجرك وعزائي سموه الأمير الله يحفظه وسموه وليه الأهد والشعب الكويت الكريم أبو خالد في قيدة في قيدة مو بس للخويت في قيدة الخريج كله فنان استثنائي سبحان الله عندك ما أعرفش من النواف أن معك أخوي خالد برزال نعم يعني أنا والله في رحلة علاج وكنت أتمنى والله أني خاضر عزاءها الإنسان لما يستاهن يعني خالد يعرف زين غلاط عبد الكريم في دلبي عبد الكريم أنا والله كان قلبي يقاربني وقد دائما أقول لنواف وسالم خالد من 2019 وأكلم عبد الكريم يعني لازم نقوم بواجبك يا أبو خالد لكن سبحان الله الله ما أراد كمنا وينحسنا والله يعني هذا فنان استثنائي أنا أنا أتعاملت مع فنانين ومع رياضيين من الياضان إلى هواي على قد شهر راسي كلهم فيهم الخير والبركة لكن زي عبد الكريم ما شفت كأخلاق وكاحترام وكعزة نفس وكطيبة وكأبوة هذا إنسان استثنائي اليوم في الكويت فقدت إنسان نعم لن يتكرر كاركتر فني عبد الكريم أمن محبينة لا تجدين أبنيها عبد الكريم عبد القرط دون المستوى أو هابطة من بداية من الستينات إلى آخر أياما والله وعزائي الخاف لعائلته والخالد المحبة خالد وفاء خالد له نعم وبفق معاه في الفترة الأخيرة والغلال الذي فيه في رحلة علاجه كان معاه في بوضبي نعم يعني كان مصر على المشاركة في صوت الأرض لكني قال أنا طلبت خالد قلت أرجوك أخنا عبد الكريم إنه يكون مرتاح وأنه نشوف إن شاء الله في اكتوضره ونغمر جزاك الله خير أبو ناصر أولا طمنا عن صحتك كنت في الرحلة عسى أمورك طيبة إن شاء الله لا الحمد لله أنا الحمد لله لكن يعني فعلا الخبر هذا يعني أحزنني هذا لما تفقد إنسان بقيمة عبد الكريم تحس بالفراغ تحس بالفراغ يعني أنا أتمنى أننا بس نلتفت كلنا في السعودية والكويت والخليج كلنا للي باقي من الكبار عندنا ونلحق عليهم نقوم بواجبنا معهم آخر تكريم للفنان الراحل كان في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية في احتفال كبير وهذا ليس غريب على المملكة يا حبيبي يا حبيبي عبد الكريم عبد القادر أنا بقول لك موقف أنا متربي في بيت جدتي أنا لا يمكن أنسى وأنا عمري عشر أثنين دموع جدتي ويتشوفه يغني وطن النهار بعد التحرير هالأغنية بالكرال الأطفال محصورة بداكرتي ومحصورة بكل تاكرة كل خليجي كل محب للكويت وكل محب للخير صحيح صحيح ساعات المستشار معنا الأستاذ خالد البذال حاب أن يمسي عليك بالخير وعندك كلمة شكر لحضرتك بساك الله بخير يا أبو ناصر جزاك الله خير جزاك الله خير بس أنا بيأقول موقف يا أبو ناصر يعني كان أصرارك وانت مصر على حضور أبو خالد التكريم للفنان الراحل طلال مداح ولما اتفقنا أنه راح يكون تكريم لأبو خالد يعني بالشهر الجاية أو الأشهر هذه الجاية وحنا نحب نشكرك يا أبو ناصر على مواقفك المشرفة في هذا الفنان الراحل لحبك لا يا أبو ناصر يا خالد هذا واجدنا وهذا شيء هذا وصراحة والله العظيم صادق يعني احنا خذنا موافقته اللي انت وصلتها واللي احنا تفهمنا فيها لكن الآن الموضوع فيه عائلته وهذا موقته لكن والله لو عائلته عطتنا الضوء الأخضر يستاهل أكبر تكريم لأن هذا عبد الكريم لنحق فيه زي ما أنتم لكم حق الله يسلم إزاك الله خير إزاك الله خير هذا التصال نبيل وإنسان وافي وتسلم الله أثرت فينا بكلماتك أثرت فينا صراحة شكرا شكرا لك سعادة المستشار وعظم الله أجرك من جديد شكرا جزيلا لك